مساكم الله بالخير وحياكم الله بداية حلقة جديدة من برنامجكم الدوري مع وليد على SBC وإذاعة جدة FM والله الجولة 19 فيها كلام كبير كلام كبير صدقون أمس كنت مدعو في حفل زفاف ابن الكابتن أحمد عيد رمز الأهلاوي ورئيس اتحاد كرة القدم الأسبق وكان ما شاء الله عدد المحبين كثير وعدد الضيوف وكان طبعا الغالبية منهم أهلاوية يعني تعرف كبتن أحمد عيد اسم لا ينسى في تاريخ كرة القدم السعودية وفي تاريخ النادي الأهلي فذيك اليوم أمس الجميع كان يعني غالبيتهم كانوا من الأهلاوين قابلت الأمير منصور بمشعل وقابلت رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي صد مؤمنة فتكلمنا على موضوع النادي والنادي فقلت له أن الأهلي مشكلته يفوز على متصدر الدوري بس ما تضمن أنه يفوز لو لعب مع متديل الترتيب وحتى قدمت اقتراح يعني كنت أقولها والله يعني مازحاً بس يبدو أنها كان مفروض هي اللي تصير قلت الأمير منصور بمشعل قلت له لو أنا منك بكرة قابل المباراة أدخل عليهم الغرفة يقول لهم مساء الخير يلا أدخلوا نهزموا من الفتح زي العادة قال لا لا يا وليد كيف أحبطهم قلت والله يا سمو الأمير ما لها للطريقة هذه فريقك لا يؤمن جانبه يعني لما تشجع الأهلي وتتحمس ما تضمن يعني لو سيارة نازلة بالمنحدر الطبيعي فيزيائياً وسيكولوجياً ومش عارف إيش تنزل كذا والله إلى أهلي ممكن يرجع وراء ما تتوقع إيش ممكن يسوي يعني الأهلي الوصفة الرئيسية لحرق دم العاشق إذا أنت أهلاوي الله يصبرك فيعني مبروك طبعاً للفتح واليوم لعب مباراة واحدة من أجمل مبارياته وهي استكمال لمباراته الماضية يعني الفتح من المباراتين الماضية وهذه في تسلسل وتصاعد في النتائج وفي المستويات ويمكن الأهلي للفتح اليوم أنا يعني قلبي كان مع مجلس إدارته لأنه كل مباراة تجي المصيبة دائماً في آخر الدقائق يا تعادل يا خسارة فاليوم نجوا وتجاوزوا حاجز نفسي كبير ألف مبروك للفتح هارض لك للأهلي ما تعرف الأهلي وين بيروح بس يعني كل شوي فرصة تجي للأهلي لنافس طولة الدوري والأهلي يقول والله ما أسويها لا والله أبداً أبداً يا سيد ادخل نافس لا 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 الله يعني الأهلاوية نبدأ الحلقة مع العالمي